قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الشحاء فإنه أهلك من كان قبلكم كيف أهلكهم؟ أي أوردهم الهلاك والهلاك هنا يشمل نوعاً الهلاك هلاك الدنيا بما في قلوبهم من اللضى والحسرة والضيق والظنك وبما يصيبهم الله تعالى به من العقوبات العاجلة وأما الهلاك الأخروي فذاك حدث عنه ولا حرج وذلك لعظيم ما ينتج عن الشح قال اتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم ثم قال حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم سفكوا دماءهم أي استبحوا الدماء والسفك هو زائد على القتل لم يقل وقتلوا أو وقتلوا الناس بل سفكوا الدماء الدلالة على الإسراف في دماء الخلق بالقتل والجنايات بما دون القتل كله يدخل في هذا ثم جاء بما هو أوسع قال واستحلوا محارمهم المقصود لاستحلال المحارم استباحة الدماء واستباحة الأموال واستباحة الأعراب كل ذلك ناتج على الشح ترجمة نانسي قنقر